هذا بالنسبة للزكاة يمر حول كامل لكن بالنسبة للصدقة فأنا يمكن أن أتصدق في كل ساعة وفي كل يوم وحتى في كل لحظة سواء بالمال أو حتى بالمعاملة الطيبة بالحسنة يعني تبسمك في وجه أخيك نوع من أنواع الصدقة نعم فنوضح مفهوم الصدقة والأولى بالصدقات نعم هذا هو الفارق بين الزكاة المفروضة والصدقة التطوعية أو التي هي نافلة أو التي هي مستحبة أن الزكاة لها شروط معينة وفي وقت معين وتخرج الأصناف ومستحقين معينين أما الصدقة فليس لها وقت وليس لها مقدار وليس لها أصناف معينة قد نخرجها للأصناف الثامنية لمصارف الزكاة الشرعية وغيرهم أيضا والصدقة كما قلنا أنها بتخرج لأنواع المصارف الزكاة الشرعية ولغيرهم وحكما حدثت تفضلت وقلت أن هذه الصدقة لابد أن نخرجها للفقير والمسكين وأفضل أنواع الصدقة إذا كانت على ذر رحم دائرة الأولى الأقارب الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذر رحم سنتان صدقة وصل له أجران صدقة وصلة رحم والصدقات أنواع كثيرة منها الصدقات الحسية والمعنوية والمادية كما تفضلتم يعني تبسمك فجأة أخيك صدقة الأمر بالمعروف أنها المنكر صدقة إعانة الناس صدقة الكلمة الطيبة صدقة يعني أفضل دينار تنفقه في سبيل الله دينار تنفقه على أهلك وأولادك طب فيه ناس ما بتعرفش تحسبها يعني واحد يكون عنده حتة أرض صغيرة بس مش بيته استخدم وحد يكون عنده بيت مقفول بس مش بيستخدمه بقى عنده حتتين دهب هو حيران متشالين في غرض أنها تبقى زينة ولا تبقى متشالة فما بيبقاش عارفة فعلى طول بيطلع صدقات بيكفل أسرة مثلا بشكل شهري بيكفل تعليم أطفال من دوي الهمم من الأيتام وغيرها ده بتتحسب كصدقة ولا بتتحسب كزكاة ووقتها حيبقى مديون لو هي طلعت في الزكاة هو نيته يتفحها وإن كانت زي ما تكون زكاة بالتأسيط يعني بتطلع كل شهر ينبغي على المسلم أن يتحرط دقة في إخراج الزكاة ما يفعله هذا هي صدقة من الصدقات أما الزكاة كما قلنا مقدار معين بيخرج في وقت معين وبنية مخصوصة كما قلنا له الشرطان إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وله أصناف معينة الثمانية التي وردت في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كلهم والرقاء والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فلينبغي عليه أن يتحرط دقة أما ما يفعله هذا يعني هذا يسمى تخلص من الصدقة وليس يعني إتيانه بالزكاة المفروضة يتحرط لمن يأخذها من سيأخذ هذه الصدقة وفي أي وقت وكيف يحساب هذه الزكاة المفروضة عليه ده لا حسابات معينة إن لم يعرف أهل التخصص وبيجمع كل أموال خذ من أموالهم يعني كل أمواله سواء كانت عقارات أو أراضي زراعية أو عنده أيضا أراضي فيها ثمار وفاكهة أو عنده ذهب وفضة أو عنده كذا وكذا وكذا بيجمع كل ما يسمى مال ثم بيخرج عليه 2.5% بالعامل